وووووووووو يحط في الأمر.. أسألني ترون جيوبك أنا توا عندي أنا محمد أمين درمول تبراك العلي شكول محمد أمين المليعبي أكتشوف في مونديال هو أحسن لحسن المونديال أعطيني رايك أنت أمين درمول المليعبي عنده دي كاليتي باهين ولكن مزيل بكري بشو نقولوه أحسن لعب تونس توا مخشو تجاوبني سكري مزيل بكري هني قل لك باه أعبدالك سؤالك أحسن لعب في تاريخ تونس في كورت اليد أحسن لعب جابتو تونس في الهونت أنا لحقيقة هاد أسوال باي فهمني أنا لو الخايب أه؟ ليه لأنه معانيتها نشوف أنا لحقيقة خالد عشور كان مليعبي كبير هاذا عندك أحسن لعب في كورت يد جابتو تونس خالد عشور خالد عشور كان مليعبي كبير آآ في المركز متاعه كان مليعبي كبير آآ هيكل مجنم أيضا عطاه برشا للكورت اليد عدن بالحارث كان زاد اللاعب استثنائي عدن له سميلي واحد زي كليم أفضل واحد فيه سميلي كان هالواحد أنا نعطيتك أنا اللي كيوم ماركي لوري بوك مش نعطيك كل واحد إلا ماركي سوني بوك خالد إلا ماركي سوني بوك عدنين إلا ماركي سوني بوك عدنين لو كمشي لعب محترف في أوروبا في أندية كبيرة راو ممكن أحسن لعب في العالم ما تجمش تتصور الكاليتي دوف راب والتيكنيك اللي عند عدنين حاجة من وراء العقل قول بدن وكذا رياض الصعنة رياضك بالنسبة لي أنا وكان مشي عام خمسة سعنة سؤال الجاي أحسن غارديانك في تاريخ تونس مشاهدة لأني معانيتها في تونس في على المستوى الوطني كل حبيب يقول الله يا رحمه حبيب كان يحفظ الملعبية وكان يعرف قبل ما وانتي بيتشوت قبل ما تخمي يعرف ولكن على المستوى الدولي رياض كان كان متقلق وخسارة رياض ممشيش ملعبش وخسارة معانيتها الجيل هذيك متاع عدنين ومتاع محمد مادي متاع رياض متاع محمد معتمري معان متاع إزلندا حتى قبل محمد معتمري زي دا لعب رهيب محمد معتمري معانيتها قوة بدنية وفنيات قوة بدنية وفنيات محمد كان لعب وحاجة كبيرة يا زم أنا استمتعت بمحمد معتمري دي بلوماسي بس كريم ما عشان عندي واقت في كلمة جاوبني في كلمة شكون اللاعب في بطولة تونس شوفوا قادر ينجح في أوروب هوني تشجع برشة الملاعبية بالاحتراف في أوروب أنا نشجع نشجع ووسيمة بوغانمي يزمو يغادر فورا ووسيمة بوغانمي ما عندوش حق يواصل حتى دقيقة في تونس قوة يا برشة الكلمة يزمو يغادر فورا يزمو يغادر يزمو شكون اللاعب القريب لك سكريم يزمو طموحو خاصة ان اليوم التراجي ما عندهش مشكلة بتاع اليو ولا بتاع ايضا يزمو يمشي يزمو 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 طموحو هذا أنا بوغانمي اللوم عليه او اللومي الكبير على بوغانمي هو ما استغلش البوتنسيال بتاعو حرام بوغانمي يزمو يزمو يكون في الثلاثة ووجي لهذاك الكل انا رايه ما استغلش امين درمول زيدا ايضا اليوم بطولة سيئة ماهيش بش تخلي ضعيفة جدا الليو اللاعبية ذو ما يقدمو فهمبني ماعاوش خليهم يقدمو امين درمول إزمو يمشي يلعب آآ فيوروب كذلك في 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 فيوروب على اقل ثلاثة أو أربع لعبين يزمو يمشيوا معاناتها يكون أقرب لعب ليك سكريم والله كلهم أقرب ليه لحقيقة كلهم فماش واحد معاين كلهم أقرب ليه نحبهم معاناتها و ويعتبرون يخوهم الكبير حتري نكون تقريب يسر من الملعبية و ناقب ممم اا مصباح بثدر عندي إليه علش؟ مصباحا لخطر اا ااه ريتو كيفاش تكون انا مصباح و كيفاش نخلقو و كيفاش جاي من المدني نععرف انا عندي عندي باش تفاصيل انه عندي عندي باش تفاصيل عندك فكرة كيفاش مشاه قوي ملا من المدنيل لتوال؟ نتمنى نعرف نعرف كل شي نعرف كل التفاصيل كمال عقاب كان عنده علي فضل ومنتخب زي دك كان عنده علي فضل نحنا جبنا نعب معنا بطوب تعلم الأساغر في 2009 وهو مزيل صغير أنا اليوم ما دعوة الوزير شباب ورياضة من المنبر هذيه زكريا بالخوجة أنه يعطي يقرر يعطي معناتها شهادة منشط رياضي المصباح الصانعي المصباح الصانعي يقول رياضي هي فورستو هي حياتو هي مستقبلو مقراش هذيك ظروفو عطاه ياسر للمنتخب ما يحسبش ومتخلق تبركت عليه ومعناتها تونس ما تبخلش على مصباح الصانعي بيه الشهادة يبشي ضمن بيه مستقبلو عشان عنده برشة مارش حب هو ذيك عليش رو مصباح تونس وكذا مشي البطولة العالم إنه يكلمني ديما مشي البطولة العالم حبي يعمل انتيجة كبيرة ويحبي يبرز بيش يخلي الناس يوصل قضيتو مصباح يزم نعطيوه المنشط رياضي في كلمة منفرضك ما شعنده برشة وقت يكون أحسن مدرب تونسي سيد العياري سيد العياري الماتش الي قعدت في بيلك ما تنساش يقعد في بيلك ديما فيما مقابلت المنتخب.. فيما برشة مقابلت ميتنسى أكثر ماتشي يقعت في بالك ما تتفكر يزي على بالك تشيخ فما مقابلتون سويزلندا 95 تاع 95 البونتو اللي قعد في بالك فما فما ها البونتو اللي دي ما يقعد في بالك البونتو تاع إزلندا هذيك تاع برشة بونتويت تاع نيول فما بونتويت فما يضربة جزاة مركيه معافيف فما فما بونتو التعادل يظهر لي مركيه حدنين بالحارث فلي عدن نبيه تخل نبيه للوقت اللي في رايك اليوم، شكون أحص الليعب في العالم. فما زاد النجم الساحلي و مكارم مهدية. كاستونز نصف نهائي عام ٨٨, سبع حصس إضافية ممكن. أموره ما صارت في لتاريخ، و النجم الساحلي متفوق خمسة أهداف في سوسة. في الذهاب و بفريق أعملاق النجم مع التمرير وجميل و كذا. في رايك اليوم، شكون أحص الليعب? في العودة للمكارم، اربح بعد ستة بعد سبع حصس إضافية. في رايك شكون أحص الليعب في العالم اليوم؟ في كورت رياد اليوم ساندر ساقوسين لاعب منتحب بالنوفيج لاعب استثنائي كامل الهديف متاع المونديال حاليا لاعب دفاع هجوم لاعب أخليق من كلامك ممتاز جدا